السلام عليكم أعزائي المشاهدين أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية أعزائي المشاهدين ضعوا حزام الأمان ودعونا ننطلق معه في رحلة ما نهوى إيسي كاي مليئة بالسحر والإبداع ألا وهي ما نهوى ماجيك أكاديمي سيرفايفل قايد دليل بقاء أكاديمية السحر ما يجب أن نعرفه في البداية عن قصتنا أن بطلنا اسمه ليهان وكان طالبا في مدرسة الدراسات عليا وقد ولد من جديد في عالم آخر باعتباره الإبن الأصغر لمنزل سحر والآن عزيز المشاهد حفظ مشروبك المفضل ودعنا ننطلق في رحلتنا الممتعة تبدأ القصة بخلفية ضبابية وصوت البطل يقول سأعيش لنفسي من الآن فصاعدا المدرسة الدرجات المدرسة التخرج المدرسة إلى آخره أرفض الذهاب إلى أي مكان يتعلق بالتعليم مرة أخرى أو كان هذا ما أعتقده يظهر البطل ومعه الأرلونغ الذي كان يعتني فيه منذ صغره وهم في طريقهم لتسجيل ليهان في مدرسة السحر يقول الأرلونغ أيها السيد الشاب ليهان انظر إلى هناك يبدو أننا كدنا نصل هذه هي أفضل مدرسة سحر في الإمبراطورية اعتقدت أنني كنت عديمة جدوى كفارس عجوز لقد شاهدتك منذ البداية حتى أصبحت شابا رائعا وتمكنت من دخول صوت الراوي في النهاية لم يتمكن من قطع علاقته بالمدرسة حتى في هذه الحياة لتنتقل الأحداث مباشرة إلى حياة ليهان السابق أي قبل انتقاله إلى هذا العالم وفي الوقت الذي كان يتخرج فيه من المدرسة لنرى كيف انتهى به المطاف في هذه الحياة يظهر ليهان وصديقه في حفل التخرج ويقول صديقه له مبارك لك تخرجك وأخيرا انتهينا من كوننا عبيد لا أصدق أننا تمكننا من النجاة من أولئك المعلمين ويتذكرون كيف كان وضعهم مع المعلمين وكيف كانوا يصهرون لساعات طويلة جدا بكتابة التقارير لهم وكيف أنهم في مرة لم يأكلوا شيء سوى الكمباب لمدة أسبوع من شدة ضغط التقارير والدراسة فيقول صديقه ليلي أعتقد أنك مناسب جدا لهذه الحياة لما لا تعيد التخرج مرة أخرى ليهان هذا مبالغ فيه نوعا ما لا يهمني ما بدأ عليه الأمر لكن أرفض الذهاب إلى أي مكان يتعلق في التعليم مرة أخرى سأعيش لنفسي من الآن فصاعدا يقطع ليهان الشارع وتأتي شاحنة شان طبعا شاحنة شان في كل أعمال إيسي كاي تقريبا هي منطقة الأبطال المهم تصددم الشاحنة بلي ويفارق الحياة تظهر سورة سوداء عليها دماء وقبعة التخرج وصوت خارجي يقول كلا تخرجه وشهادته انتهى بهم والأمر إلى أن يكون مجرد قطعة ورق حديمة الفائدة يظهر ليهان في حياته الجديدة على هيئة طفل وهو يتذكر كل شيء عن حياته السابقة ولد من جديد وهو الإبن الثالث لعائلة وارد ناس المنزل السحري الرائد في الإمبراطورية ينصدم لي ويكون سعيدا أنه ابن عائلة نبيلة وغنية ويبكي قائلا فهمت أنا يتم مكافأة اجتياز مدرسة الدراسات العليا في حياتي السابقة لكنه كان مخطئا للغاية فقد كان الإبن الأول لهذه العائلة قد حصل على كل شيء أما بقية الأبناء عليهم اكتشاف طريقهم الخاص في الحياة كبر لي قليلا وطلب من الأرلونغ تعليمه فنون السيافة ولحسن الحظ قدمت الأسرة الدعم لأي شيء يريد الأطفال تعلمه يقول لي للأرلونغ سأصبح ساحرا يبدو أنه المسار الأكثر استقرارا ينصدم الأرلونغ فيظن لي أنه شيء خاطئ تنهار دموع الأرلونغ قائلا أنا الأرلونغ قد تأثرت بذكائك أيها السيد الشاب غالبية الأطفال النبلاء فيسكت الأرلونغ ويقول أعني يمتلكون طموحا لا يصدق في سن المبكر البطل في ذهنه بمجرد أن يختبر الشخص مدرسة الدراسات العليا لا يسعه إلا أن يصبح واقعيا ونعود إلى بداية المانهوى عندما كان لي في طريقه لمدرسة السحر صوت الراوي يقول من رتبة الفرسان إلى نقابة المغامرين ومن العائلة الإمبراطورية دائما ما كان السحر الموهوب مرحبا به بينهم وكانت هذه هي المؤسسة التي أنتجت أولئك الموهوبين أكبر أكاديمية سحر في الإمبراطورية إنروغارد يصل لي لمدرسة السحر ويتركه الأرلون قائلا لا يسمح لأي شخص خارجي ولا الخيول الدخول هنا انتهيت من دوري وفجأة تدخل عربة كاسرة لقواعد المدرسة عليها الكثير من الخيول والحرس ويطلبون من الناس التنحي جانبا لأن في هذه العربة ابنة الدوق أميرة الإمبراطورية ومعها الكثير والكثير والكثير من الحرس يظهر بجانب البطل نبيل متكبر يشعر بالتوتر قائلا أنا بدون خدمي لا يمكنني النوم الخدم بمثابة قدماي وذراعاي هذا أشبه طلبهم مني أن أقطع قدماي وذراعاي ألا توافقني الرأي البطل مصدوم ومتوتر فهمت أنت محق تماما وفي باله يقول النبلاء يرى النبيل المستفز طالبا من عامة شعب يذهب إليه ويقول تحت مسمى المساواة هم حتى يقبلون العديد كطلاب في هذا المكان سأقدم شكوى وفي لحظة دون أن يشعر يقوم الطالب الذي من عامة الشعب باستخدام سحر التلاعب بالعقل ويجعل النبيل المستفز يقول أنا نادم ثلاثة مرات وهنا يبدأ الحماس يفتح باب المدرسة ليخرج هيكل عظمي وضغط سحري هائل يجعل جميع الطلاب يتجمدون في مكانهم من الخوف والضغط الهائل ويدرك لي أن هذا هو مدير المدرسة من قوة سحره يقول المدير بمشهد مليء بالرعب كأن المكان مليء بالوحوش وهم يدفنوك في اتبال إذا ميت مرحبا بكم في إن روغا أيها الحمقة أقسم أني قلت أنه عليكم الدخول إلى هنا بمفردكم حسنا أي يكن حتى إذا أبيتم الالتزام بالقواعد فسوف أجبركم بالالتزام بها وتبدأ الأحصنة والعربات والخدم والحرس بالتطاير بالسماء بفعل المدير ويقول لما تقفون جميعا كالحمقة حركوا أجسادكم وادخلوا يدخل الطلبة ويغلق الباب صوت البطل قائلا كان هذا يوم الأول في إن روغارد أكبر أكاديمية سحر في الإمبراطورية لدي شعور سيء حيال هذا وبعد تخول الطلاب إلى المدرسة نرى بعض الطلبة غاضبين لأن المدير ناداهم برأس المعدن تظهر فتاة اسمها يونير ميكين تقول ليلي ليهان من منزل بوردناس صحيح؟ ومثل منزل بوردناس منزلنا أيضا منزل من الصحراء لي من الجيد التعرف عليك يونير هل هناك مشكلة؟ تقول معالي الأمير يريد رؤيتك يظهر جينارو الأمير 96 في العائلة المالكة وهناك شائعات تقول أنه رقم 101 لكنه يصر أنه 97 من الواضح أنه لا يريد أن يظهر للناس أنه من آخر مئة هل تذكرون في بداية القصة عندما أخبرتكم أن عائلة لي الطفل الأول يحظى بكل شيء وعلى باقي أطفال العائلة أن يجدوا طريقهم الخاص؟ يبدو بأن حتى العائلة الملكية تسير على نفس المبدأ لكن الاختلاف أن الإمبراطور لا يساعد أي من أبنائه غير الأول على الإطلاق لذلك قد يكون الأمر أسوأ بالنسبة لهم تسأل يونير لي أن تأتي معي فيسمع لي بعض الأشخاص يقولون لماذا تساعد أميرا غير مهما مثلا؟ توافق لي ويقول حسنا هذا أفضل من صنع العدوات بالطبع لا يوجد شيء سيء يأتي من تكوين الصداقات تقول له من المريح أنك وافقت أنت هو أول من يوافق ينصدم لي أنه أول من وافق يتعرف لي على الأمير يقول الأمير ذلك الوغد هناك رفض عرضي كيف يجرؤ؟ يقول لي لابد أنه لا يعرف كم أنت مهم مهم تعني أنك شخص قوي ومؤثر وذو مكانة عالية يخجل الأمير ويقول هذه الكلمة تناسبني ولي في داخله يقول حقا طفولي لا أنه مغفل على أي حال لقد رفضوا عرضي ويتحدثوا مع أندريت هناك يجب أن تعرفوا أن أندريت هي الأمير رقم 44 من العائلة الملكية يقول لي هي تملك بعض اللباقة المتوقعة من فرد في العائلة الحاكمة لذلك سوف يفضلونها على عكس أحدهم ويسكت لي لأنه كان رح يجيب العيد تقريبا يطلب الأمير لي هل تستطيع تولي أمرها لاحقا أنت قوي وطويل ووسيم لي الناس الطبيعيون لا يتحرشون بالآخرين الله على أخلاقك يا لي الأمير أنا لا أطلب منك التحرش بها بل أن يقاطعه لي قائلا الناس الطبيعيون لا يفعلون هذا أيضا إذن ماذا أفعل لي فقط سامحهم أو تستطيع أن تتحداهم مباشرة في مبارزة الأمير لا يجب أن تذهب لذلك الحد بما أنني أمير رحيم سوف أعفو عنهم وهو خائف طبعا تقول يونير واو هذا مذهل لقد تمكنت من احتواء سداجته التي حتى أنا قريبته لم أتمكن منها لي حقا أنا متفاهم كونكم أقوياء لكن لماذا تحمينه بهذه الطريقة تقول هذا بسبب ويظهر المدير مقاطعا لها رأس الجمجمة هل استمتعتم بالحديث يا رؤوس المعدن يقول الأمير هذا هو الليتش الذي رأيناه عند البوابة يقصد الجمجمة ليتبين أن الليتش هو كيان وجد عن طريق أنه ساحرا عظيما قرر أن يتحول لهيكل عظمي من كان يظن أن المدير هو لي يقول المدير دعوني أسألكم سؤالا لماذا تعتقدون أنني أناديكم رأس المعدن الأمير إندريت لأن رمز الطلاب الجدد هو المعدن المدير عظيم خذي عشرة نقاط تسأل هل كان هناك نظام نقاط هنا المدير بالطبع لا إذا كنت تريدين أن تكوني ساحرا يجب أن تعرف الفرق بين الحقيقة والكذب تخجل الأمير ويكمل المدير كلامه قائلا أجل رمز الطلاب الجدد هو المعدن المعدن هو عنصر يتغير شكله حسب استعماله إنه عنصر قيم مع العديد من الاستعمالات وهو عنصر جيد جدا للطلبة الجدد مثلكم الطلبة اوه يضحك المدير ويقول لقد وقعتم فيها مجددا سبب أن رمزكم هو المعدن هو أنكم حمقى لا تفكرون ينصدم لي أنه ولا أحد من الطلبة يتجرأ على الرد والسبب أنه من الصعب عليهم حتى الحركة في مثل هذا المكان ذو كثافة المانة السحرية العالية مدير يبدو بأني كنت قاسيا قليلا عليكم يا من سافرتم حتى تأتوا إلى هنا وفي نفس اللحظة يدير لي ظهره فينصدم المدير أنه كيف تمكن من التحرك تحت هذا الضغط يكمل المدير جميعكم انظروا إلى الباب الذي على يساركم أرجوكم ارتاحوا من عناء الرحلة ومشاقها يفتح الباب فتكون غرفة كبيرة جدا جدا مليئة بالطعام يهجم الجميع للأكل وعندما يحاول الأمير للأكل يختفى الطعام الفاخر وقعتم بها مجددا أيها الحمقى متى سوف تفكرون لي يقول في نفسه سمعت أنك تغسر شيء إذا أصبحت ليتش وأنا متأكد من أن المدير خسر الكثير يكمل المدير قائلا هذه الأكاديمية هي مولد السحرة وأكبر مساهم في تطوير السحر ثم يقول تعويذة سير فتظهر ملابس بالية وطعام بسيط مثل الخبز والأرز فقط هذا هو زيكم وذاك هو طعامكم الأمير هذا سيء المدير يقترب منه ويقول أجل هذا هو الرد الذي أريده هل الطعام سيء؟ إذن تعلم السحر وحصل على أفخم الأطعمة هل العصي والأزياء مقرفة؟ تعلم السحر وحصل على أفخر الملابس والعتاد هذه هي قوانين الأكاديمية أحد الطلبة لكن نستطيع أن نحصل على الأشياء من الخارج المدير أجل كنت أنتظر هذا الرد فيوضح المدير أنه ممنوع الدخول أو الخروج للطلب المستجدين وليس مسموحا أن تطلب من طالب أكبر منك الآن انصرفوا حظا موفقا أيها المستجدون أتمنى أن تصبحوا سحراء عظماء ويقولوا لي في نفسه لماذا كل أكاديمية لديها مدير مجنون؟ أنا على أتم الدراية بهؤلاء الأشخاص فيتذكر أن في حياته السابقة كان معنهم الفيزياء بنفس جنون المدير الأمير ليهان هل سمعت هذا؟ كيف يمكنهم معاملتنا هكذا؟ كيف يمكن أن نعيش بمثل هذه الملابس والطعام؟ لي في نفسه ليس الطعام فحسب فلحتى الملابس هذا المكان أفضل من مدرسة حياته السابقة كان القليل فقط يعلمون عن منزل واردناس هذا لأنهم يركزون على السحر فقط ولا يهتمون بتجمعات النبلاء لذلك شوء الفهم حول المنزل كان يكبر باستمرار بمشهد كوميدي يبكي الأمير ويضع يده على كتف لي قائلا يجب أن تأتي لمنزل عندما تتفرق لي؟ ها؟ حسنا شكرا صوت الراوي إن روغار تقبل الطلاب بصرف النظر عن مكانتهم الاجتماعية والمادية طالما يملكون الموهبة لكن من أجل ضمان عدم حدوث أي مشاحنات بين هؤلاء الطلاب قسمت الأكاديمية إلى أربعة أبراج وفقا لحالتهم الاجتماعية وهذه الأربعة أبراج هي واحد برج التنين الأزرق الوقح فقط المبجلين من جنس التنانين يمكنهم الذهاب إلى هناك النبلاء والعائلات المالكة يذهبون إلى هناك مثل لي والأمير برج العنقاء المحترق الأبدي فقط من كرسوا حياتهم للنار المقدسة يستطعون الدخول مكان حيث يمكن للكهنة من كل الأديان الذهاب إليها طبعا هذا أكثر مكان مش مرتاح له أحسن أشرار القصة هذول معلنا ثالثا برج نمر البرق فقط من يملكون القوة لتدمير كل العوائق يستطيعون الدخول مكان حيث يمكن للأطفال عائلات المبارزة تعلم السحر فيه من يدخلون هذا البرج على استعداد من أجل سير في طريق السيف والسحر على حد سواء أربعة برج السلحفاء السوداء التي ترى المستقبل والماضي فقط هؤلاء من يملكون الصبر العظيم يمكنهم الدخول العديد من الناس يذهبون إلى هنا خدم عبيد جان مهرجون تجار الجميع مقارنة بالأبراج الأخرى هم يتم تجاهلهم بسبب مكانتهم بما أن كل الطلبة جدد لا يريدون الاختلاط به يظهر طلبة من الطبقة الرابعة يشعرون بالتوتر لأن لي ينظر إليهم بطريقة مرعبة يفكر لي في نفسه يجب أن أصبح صديقا لهم أفضل طريقة لحصوله على المال هي إنشاء عمل مستقل ومن أجل النجاح يجب الحصول على الخبرات العملية أحد الذين ينظر إليهم لي يقول لماذا ينظر إلينا هذه النظرة؟ لا أظن أنه يحتقرون على الأقل يظهر ثلاثة نبلاء متكبرين يقول أحدهم لا يهم كيف ننظر إليهم لماذا يجب أن يقبلوا أشخاص مثلهم؟ ينظر الجميع إليه ويقول لماذا تحدقون هكذا؟ هل أنا مخطئ لي في نفسه؟ كيف له أن يحتقر عملاء المستقبليين؟ يقول لي إذا كنت تتحدث عن الحقارة فماذا تكون؟ ألم نتخلى عن كل سلطتنا عندما جئنا إلى هنا؟ أعطي يبدأ جميع من في القاعة في التمتمة ومدح لي إنهم حق إنهم من منزل ويز نارد أليس كذلك؟ هذا المتوقع من منزل عظيم مثلهم يخاف النبلاء ويشعروا بالإحراج قائلين ما خطب ردة الفعل هذه لي في نفسه جيد الجو العام كله جيد الآن يجب أن أعرف نفسي لهم ليلتفت ويجدهم خائفين من بعد أن عرفوا اسم عائلته أحدهم لا تحطق به إنهم من أخطر المنازل إن زعيم منزلهم تنين سمحتوا أنهم من دماء روح عطيقة يسأل يونير هل أبدو مخيفا يونير ها لا أنت تبدو نبيلا محترما ليهان لم يكن على دراية بسمحة عائلته في هذا الوقت يطلب لي من يونير أن يكملا ما سألها عنه سابقا وهو لماذا تعتني بالأمير تقول له بسبب أمه فيبدأ لي بتخيل قصة دراماتيكية مش طبيعية يتخيل أن أم لي لطيفة معها وأنها في أحد الأيام سكبت العصير على فسطانها فحضنتها ولم تهتم للفسطان وكل هذا يسير في مخيلة لي لكنها فاجأته بأن السبب أن أم الأمير تعطيها مالا جيدا إذا كانت صديقة الأمير ينصدم لي ويقول تخيلاتي يقول لي إذا كان الأمر هكذا يجب أن أكون أنا أيضا صديقه يخرج الجميع للخارج ليجدوا أن البرج الذي يجب أن يسكن فيه قد اختفى ويقسم الجميع أنه يجب أن يكون هنا ينظر لي ويصرخ بكل توتر ماذا؟ يظهر برج رث وصغير والجميع في حالة صدمة ما خطب هذا المبنى المثير للشفقة الأمير مساكن خدمي أكبر من هذه أن يتوقعون من العيش في مكان كهذا لي يبدو أنه مناسب للعديد من الأشخاص يبدأ الجميع بالدخول وبمجرد أن يدخل لي يسقط في الفراغ وظلام دامس لي ماذا بحق؟ اختفت جميع ماذا حدث؟ أين أنا؟ يظهر كيان قائلا مرحبا بك أيها الساحر الصغير إلى أين ستذهب؟ يرتاح لي ويقول فهمت كما هو متوقع من أكاديمية سحرية المسكن هو برج سحري أيضا الكيان أن تسريع التكييف حاليا الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها هي غرفتك الشخصية وغرفة الاستراح الحصرية للسنوات الأولى لي هذا يعني أن هناك العديد من الأماكن التي يمكنني الذهاب إليها أيضا مستقبلا الكيان هذا صحيح بعض الأماكن تتطلب معرفة اسمك فحسب بينما تتطلب الأخرى بعض الأمور الإضافية ولكن لا يمكنك الذهاب إليها حاليا قام المدير بحضر هذه الأماكن لي في هذه الحالة رجاء خذني إلى غرفة الشخصية الكيان فهمت مرحبا بك في الأكاديمية أيها الشاب والساحر يختفي لي إلى غرفته ويكون يقرأ دليل باسم حول إين روغا ويدرك أنه باستثناء المواد الأساسية يمكن اختيار المواد المتبقية بحرية ويدرك أن اسم المدير هو أوسو جونداليتس من خلال عبارة مكتوبة باسمه وهي السحراء هم أشخاص يتميزون بالإنفراد حتى لو عرض الآخرون عليهم المساعدة فيجب عليهم أن يقرروا مصيرهم ويسيروا على الطريق بأنفسهم أوسو جونداليتس تغلق الكتاب قائلا لا يبدو صارما كما كنت أتوقع وهذه الغرفة تحتوي تقريبا على كل ما أحتاج كان ليهان هو الوحيد الذي اعتقد ذلك أما باقي النبلاء كانوا يشعرون بالقرف والحزن من الغرف يجلس لي في غرفة الاستراحة مع يونير وتخبره أنها تود تعلم الكيمياء يونير دائما ما كنت مهتمة بتعلمها حلمي هو إعداد ورشة عملا خاصة وتوفير المنتجات للأسرة الإمبراطورية تلمع عينيها وتقول للي أتود العمل معي لي يقول وظيفة الكيمياء ليست سهلة لذا دعيني أفكر كانت صناعة الكيمياء في الإمبراطورية شديدة التنافس بداية من نشر شائعات سيئة عن المنافسين وحتى احتكار مكونات الجرعات تشاجر عدد لا يحصى من النقابات حول حقهم في السوق تسأل يونير لي ما المواد التي سيدرسها يقول في نفسه أنه يريد مواد لا تحتوي على تنافس ويسهل الحصول على درجات جيدة فيها وأن هدفه الأول هو أن يصبح ظابطا إمبراطوريا بكلمات أخرى عامل حكومي ويقول لكنني متأكد أن فتاة عاطفية مثلها ستشعر بالأحباط إذ قلت هذا فيخبرها أخطط لاتخاذ القرار بعد تجربة أشياء مختلفة خلال الشهر المقبل يقاطعهم الأمير ويقول رفاق هناك مشكلة أعتقد أنه كان هناك لص في خرفتي ليس هناك شيء فهي فارغة تماما الأمير الأحمق يظن بأنها فارغة أو أن أحدا صرقها في اليوم التالي يجتمع الطلاب للذهاب للمحاضرات وهم في الطريق يقرأ لي الكتاب مدركا أن أوقات المحاضرات مختلفة لكل مسكن ولكن مخطب الجميع يبدو على الجميع التعب والإرهاق ويتذمر الجميع أنهم جائعون والأسرة كانت غير مريحة لدرجة أنهم لم يناموا جيدا نهيك عن أن الملابس مسعجة يقول لي هل الأمر كان بتلك الصعوبة حقا فيتذكر أنه في حياته الماضية لم يكن هناك إلا الطعام القليل عندما كان يدرس في حياته الماضية وكانت فترة صعبة جدا ودائما يبقى مستيقظا بسبب الدراسة فبالنسبة له هذا أفضل بكثير يفتح أحد الطلب باب المحاضرة فيصرخ بكل خوف ماذا بحق أقسم أن هذه هي قاعة محاضرتنا لكن بالداخل وهناك هناك غول الغلانهم حش شرسة وخطيرة وسيئة السمعة لأكثر النبلاء مع ذلك هناك غول في قاعتنا يرتدي ملابس مناسبة ليتضح أن هذه الغول هي معلمتهم فتقول مرحبا بكم جميعا اجلسوا يجلس الجميع وتبدأ المحاضرة والمعلمة هي الغول تقول سعيدة بمقابلتكم جميعا أنا أدعى قاركيا كيم أنا نصف غول أتفهم لماذا جميعكم يشعر بالخوف ولكن لا حاجة لأن تخافوني أنا لا أأكل البشر وتقول بكل رعب هذا إذ لم أشعر بجوح شديد رغوة تخرج من ثمن أمير من الخوف ليه هل هي تأكل البشر إذا كانت جائعة المعلمة يبدو أنه لم يكن علي إلقاء هذه الدعابة جميع الطلاب تبدأ المحاضرة وتشرح المعلمة معظم المهارات السحرية لا يتم استخدامها هنا لأن السحر خطير للغاية أنت لن تستطيع استخدامها حتى تصبح بالغا رغم ذلك جميعكم سحر بذور قد نالوا لقب الفولاذي هنا ومن أجل مساعدتكم على اكتشاف السحر المناسب لكم وبما أن رحلة السحر تكون خطيرة فأنا سأكون مرشدكم وتبدأ بشرح أساسيات السحر وهي أن السحر يستخدم الطاقة السحرية المانا كقوة أساسية لتغيير العالم جميع الأشخاص الذين هنا موهبون بما يكفي يشعروا بهذه الطاقة السحرية ولكن من أجل استخدام السحر يجب على المرء فعل أكثر من ذلك عليه استدعاء طاقته السحرية بطريقته الخاصة وينسجها محا بطقة وعندها فقط سيكون السحر ينمعتقد أن السحر يتطلب تعويذة أو حركة محددة لإلقائه ولكن ما يحتاجه المرء حقا هو الإرادة عليكم تذكر ذلك تطلب من الجميع الوقوف لتجربة ذلك وتطلب منهم أن يجمعوا قواهم السحرية وتطلب منهم تخيل الضوء أثناء تجميع الطاقة وعند تحكمهم بالطاقة عليهم إلقاء تعويذة أوه أيها الضوء تستعمله المعلمة فيخرج ذوء قوي وعلى الطلاب فعل مثله يفهم لي جوهر الأمر ويبدأ جميع الطلبة بالمحاولة وجميعهم يفشلون ويؤذيهم سحرهم تبدأ المحاولة الثانية ولا ينجح أحد نفذ السحر من ثلثة طلاب وبقية ثلثين تقول المعلمة في نفسها أن تعويذة الضوء هي الأكثر بساطة لكن يتطلب تحلمها شهر وهذا شيء يجب على التلاميذ اكتشافه بأنفسهم ولن تخبرهم المحاولة الثالثة استسلم النصف الرابعة بقي ثلاث طلاب الخامسة بقي طالب واحد السادسة ما زال هذا الطالب يحاول والسابعة لم يفلح أيضا الطالب الوحي الذي ما زال يحاول ولم تنفذ قواه السحرية هو ليهام بطلنا يطلب لي من المعلمة أن يستمر في المحاولة تنصد من المعلمة لأنه في الوضع الطبيعي كان يجب من المحاولة الخامسة أن ينفذ سحره بعض القبائل في الشرق والعلماء تسميها الكي وبعض الكاهنة يطلقون عليها القوى العظمى بما أنه يتم استهلاك الطاقة السحرية في كل مرة يقومون بإلقاء تعويذة سيواجهون مشكلة مثل عدم وجود قوى سحرية كافية ومع ذلك فإن حقيقة أن ليهان كان على ما يرام على الرغم من المحاولة سبع مرات وحقيقة أنه استخدم اسمه الحقيقي بدلا من اسم عائلته جعل أستاذته تحبه تحت اسم المساواة تطلب المعلمة من لي القدوم إليها ثم تطلب أن تلمس يده لتشعر بقوى سحرية عظيمة على شكل ما تقوم بخنقها من شدة قوتها يناديها لي فتعود لوعيها وتطلب من لي أن يأتي للتحدث إليها بعد المحاضرة يهمس الأمير ليونير مهلا أليس من المفترض أن ننقذه؟ ماذا إذا أكلت؟ يونير إخرس أيها الأحمق تخبر المعلمة الطلبة متأكدة أن الجميع شعروا باستنزاف قواهم ولكن لا داعي للقلق مع التدريب ستكسبون المزيد من الطاقة وإذا تدربتم بحماس شديد فقد تؤذون أنفسكم إذا يجب أن تكونوا محاذرين مفهوم يا جينارو اللي هو الأمير جينارو الأمير أجل وأنا لا ألتهم الطلاب الأمير آسف تنتهي المحاضرة ويذهب لي لمكتب البروفيسورة يسأل لما طلبت منه المجيء؟ تقول في الواقع لقد سمعت عنك بالفعل من مدير الجامعة يخاف ويقول من ذلك ليتشي المجنون؟ المعلمة لا حاجة للقلق قد يبتم مدير المدرسة وكأنه شخص مجنون ولكنه طيب القلب ما يجب أن تعرفه عزيز المشاهد الطلاب لا يدركون هذه الحقيقة ولكن المدير لديه أعين حادة حيال الأشخاص ففي كل عام يقدم الأساتذة شروحات عن الطلاب الجدد فالمدير يأتي ويقول احذروا من ذلك الوحش إنه أكثر من قادر عن حرق المسكن ثم عن طالب آخر إنها نصف شيطان احذروا من استخدام القوى المقدسة إلى جوارها وهذا ما قاله حيال ليهان قال المدير عن ليهان لديه صفات الأحمق الكبير قال أن هذا هو ما قد نعتقده حيال أول انطباع عن ليهان وتستمر قائلا لكن هناك قول في الشرق الأحمق الكبير قد يصبح عبقريا كبيرا ما قد يبدو غبيا جدا يكون مرتبطا بالحكمة العظيمة ما أراد قوله حقا هو أنه يرى صفات الشخص الناجح حتما في ليهان أتساءل أي نوع من الطلاب يكون هو لدي توقعات عالية حيالك ليهان واردناس ينادي لي المعلمة كونها سرحت في تفكيرها كثيرا أيتها البروفيسورة المعلمة في ذهنها لا يمكنني إخباره بكل هذا ثم تتحدث له قائلا سبب استدعائي لك هو أنك تملك طاقة سحرية كبيرة ليه بالطراب أوه فهمت أنا مسرور لهذا ولكن هذا سبب هام لاستدعائي من أجل الأمر ليس أنك تمتلك طاقة سحرية أكثر بقليل من البقية تكمل بدهشة بل إنني لا يمكنني إيجاد حدود لها تبدأ المعلمة بشرح كميات السحر وأهميتها للساحر كمية الطاقة السحرية التي يمتلكها الشخص هي إحدى العوامل المحددة إذا كنت تفتقر إلى الطاقة السحرية فأنت بحاجة إلى استخدام طرق معقدة لتحصل على المزيد من الطاقة السحرية لذا فإن حصولك على الكثير من الطاقة السحرية يعني أنك خال من هذه القيود بعبارة أخرى هذا يدل على امتلاك الشخص مواهبا عظيمة يحمر وجه لي وأصبح يفكر إذا كان ما تقوله البروفيسورة صحيحا فلا يوجد سوى طريق وردي أمامي المعلمة هذا مخزن لي بصدمة ماذا تقصدين أليس من الجيد أن أمتلك الكثير من الطاقة السحرية المعلمة قد يكون هذا صحيحا ولكنك تمتلك أكثر بكثير دعنا نقارن الطاقة السحرية بالماء في هذا الكوب الذي سيسهل التحكم فيه على أي تحديد دعنا نقول أنك بحاجة إلى التحكم بقدر كبير من الماء بمقدار مياه البحر سيكون هذا صعبا أن تتحكم بها في هذا الكوب ألا توافق الرأي لي بتوتر إذن هذا يعني أن صعوبة التحكم في الطاقة السحرية هي المبدأ الأساسي وراء السحر وهي في مستوى عال للغاية أصبح وجه لي شاحبا فأمسكت المعلمة بيدها قائلة خذ هذا السوار لي مستغربا ما هذا إنه سوار يمتص الطاقة السحرية سيساعدك في الوقت الحالي إذن لن تكون هناك أي مشاكل عندما أرتدي هذه شكرا لك أيها البروف في السورة المعلمة ولما قد أقوم باستدعائك إذا كانت المشكلة بهذه البساطة لي محبطا ألديك أي نصائح أخرى المعلمة سيساعدك قليلا إذا استخدمت الكثير من التعويذ لاستنفاذ طاقتك السحرية تكمل مبتسمة من المسموح لك أن تتدرب بمفردك نظرا لأنه لن تقع أي حوادث بسبب استنفاذك طاقتك السحر لي باستهجان شكرا لك التصريحات المميزة يتنهد مستقبلي ليس في أفضل حالاته يجب أن أتكد من الحفاظ على درجاتي الآن يستمع الجميع فيسأل لي أصدقائه رفاق ألديكم أي فصول تفكرون في حضورها يونير سأدرس الكيمياء بالطبع صحيح أتودون دراستها برفقة الأمير يقول ماذا تقولين الكيمياء مخصصة للخدم ما هي المبادل الموجودة بها لنتعلمها أنت سخيفة للغاية يونير يونير بغضب واردناس أيمكنك التناحي جانبا لتقيقة كيناندو فتقوم بضربه قبضة لولبية تجعل لي خاف وتجعل الأمير يدخل في السبات يونير لتندم على هذا لاحقا بعد دخولك المستشفى عرف ليهان شيئا أو شيئا عن القتال بفضل دروس تعلم فنون السيف من الأرنونغ وفي نظره كانت هذه اللكمة مثالية وفي طريقهم إلى فصل الكيمياء الأساسي أكان لا بأس بضربه إلى هذا الحد يونير لا بأس طالما أعتذر منه بالغد لي في ذهنه لابدها أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بضربه فيها يونير هناك العديد من الطلاب من الأبراج الأخرى أنت على حق هناك العديد من الطلاب خاصة أولئك الذين من برج السلح فاء السوداء لا أبالي حقا حيال وجودهم هنا ولكن نظراتهم تزعجني لي يتذمر ويفكر إذا تصرفت بطريقة ودية للغاية فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية يظهر المعلم الكيمياء من بعيد فيقول هل الجميع هنا لي؟ هذا هو البروفيسور؟ مع مدير مدرسة عبارة عن الليتش وبروفيسورة نصف غولة لن يكون من الغريب رؤية أستاذ غريب آخر الجميع يفكر بدهشة ولكنه قزم عادي معلم الكيمياء عبارة عن قزم القزم اسمي هو إيجرليم جوميدار ولكن يمكنكم دعوتي بالبروفيسور إيجرليم متأكد أن جميعكم يفكر في شيء ذاته لدينا مثل هذا المبنى المهيب ولكن لماذا اجتمعنا في هذا الحقل بلا أي مقعد الأميرة لكي نشعر بمانا الطبيعة فهم ما هي القوة الموجودة في الطبيعة أمر مهم للكيميائيين المعلم هذا ليس السبب يونير تسأل لي ماذا تعتقد حيال ذلك لي لست متأكدا ربما لأنه مكان جيد لجمع الموارد بطريقة ساخرة المعلم هذا صحيح أنت حقا بذرة ذكية أعني طالب ذكي لي بشحوب بغض النظر عن حقيقة قول لي جملة عشوائية لكن كانت الإجابة صحيحة من فضلك لا تحمل الضخينة تجاهي المعلم انتبهوا جميعكم السبب الحقيقي لتجمعنا هنا لتعليمكم أكثر المتطلبات الحيوية للكيمياء متأكد أن جميعكم يفكر بهذا تحتاج الكيمياء إلى موهبة استثنائية وتحكم دقيق لكن ذلك بعيد تمام البعد عن الحقيقة الشيء الذي يحتاج إليه الكيميائي هو القدرة على تجميع المواد الأميرة بروفيسور يمكن للمواد أن تنمو أو يمكن أعتقد أنه من المبالغ فيه قول بأن المهارة الأكثر أهمية هي القدرة على جمع المواد باقي الطلبة ما تقوله الأميرة صحيح لما نحتاج إلى جمع المواد أليس هذا غريب قليلا يغضب المعلم ويصرخ قائلا أنتم أغبياء لا تعرفون شيئا حول الجوانب العملية فقط 10% من العشاب يمكن زرعها وأيضا ليست كل المواد التي نستطيع شراءها يمكن استخدامها هذا لأن المغامرين المرافقين يستخلصون الأعشاب الطبية بطريقة سيئة جدا كيف أمكنهم فقط سحب شيء ثمين بخشونك كيف ينظر جميع الطلبة باستقراب إلى المعلم ثم يهدى ويقول يجب على الكيميائيين أن يعرفوا كيف يجمعون المواد بأنفسهم الكيميائي الذي يفشل في هذا لن يندح أبدا هذا يكفي بالنسبة للشرح فيظهر أوراق في يد جميع الطلبة مرسوم عليها صورة نبتة ويقول المعلم والآن حان وقت التطبيق العملي على الجميع إيجاد هذه العشبة أحد تلك الإشاعات هو أنه من العادي الموت أثناء تعلم السحر والسحر خطير والحوادث تحدث لكن هذا المكان ليس مجهزا على الإطلاق كيف يمكنهم إرسال أطفال إلى مكان كهذا نعود للأحداث يجلس لي ويونير يقول لها عشبة دوكوه يتم استخدامها في صنع مضادة ما الذي تعتقدينه يونير؟ هل استخدمتها من قبل يونير؟ أجل استخدمتها قبل أن أنضم إلى الأكاديمية لي يبدو أنه من الخطير حدم التحرك في مجموعات يونير صحيح؟ على الأقل تحتاج إلى ثلاثة أشخاص أليس هناك أحد من برجنا؟ يقول لي ماذا عن الأميرة؟ يونير تلك الأميرة صعبة الإرضاء ألا تجد أنه من الصعب التقدم والتحدث إليها؟ لي حسنا نحن نبحث عن عشبة طبية فقط صحيح؟ يونير تؤشر بإصبعها اتجاه الأميرة وتقول أعتقد أنه قد فات الأوان بالفعل يبدو أن الجميع قد صنع فرقا بالفعل كونت الأميرة فريقا مع برج السلحفاء السوداء ينظر لي إليهم وهو يبكي ويقول برج السلحفاء السوداء هنا أيضا لقد تجنبوني يونير هذا لأن الأميرة كانت مشهورة حتى قبل الانضمام إلى الأكاديمية من ضمن العائلة الملكية إنها مشهورة لذكائها ومنهوبتها الاستثنائية كيان بمواصفات نجم يحبه عامة الناس لهذا العديد من الناس يتبعونها بغض النظر عن مكانها يقول لي كل من انضم لفريق قد غادر وأعتقد أنه تبقى هناك فقط طلبة من برج السلحفاء السوداء لا يوجد لدي خيار آخر لو كانوا يكرهوني الوضع خطير جدا بكلانة فقط شخص يمكنه تغطية نقاط ضعفنا ويبدأ يبحث عن شخص معين فيلتفت فيجد فتاة الف جميلة جدا ويقول هي ويوجد على خصعها شعار وهذا الشعار يعني أنها الف ظلام قادمة من دورية الظل في الجزء الشمالي من الامبراطورية دورية الظل هم مجموعة من الصيادين والكشافين الممتازين هم ناشطون جدا ويتجولون في أرجاء الجبال الشمالية كما لو أنها حديقتهم الخلفية واسم هذه الفتاة نيليا تقول نيليا ماذا؟ هذا ليس بتلك الصعوبة إنها أول مرة أسمع فيها بعشبة دوكوه لكن لا أعتقد أنه من الصعب إيجادها الغابة هي مجال تخصصي كنت مرتبكة قليلا عندما رأيت العديد من المستجدين المذهلين في الأكاديمية لكن هل حان أخيرا وقتي للتألق؟ فتلتفت بطرف عينيها لتجد أن لي ويونير يحدقون بها فتقول يونير مرحبا أنا يونير من عائلة مايكين ويقول لي وأنا ليهان سنكون تحت رعايتك يقول في ذهنها إن الفتاة من عائلة نبيلا ومن ذلك الرجل؟ ما الذي تريدانه؟ يونير هل تريدين الذهاب معنا؟ تنصدم وتغضب وتقول ما الذي تخططان له؟ كل النبلاء متشابهون ويلعنوننا ويقولون أننا غير متحذرون وبغض النظر عن مدى جودة معاملتنا لهم فإنهم يستكون من أننا لا نعاملهم بشكل جيد بما فيه الكفاية كيف تختلفان أنتم معا عنهم؟ يقول لي من الخطير التحرك في الأرجاء لوحدك ما الذي ستفعلينه لو ظهر وحش ما؟ هي أنا لا أحتاجكما لي لماذلك؟ تقول محال يقول لي لماذلك؟ محال ليس وكما أنك تعتقدين أننا سنستخدمك كطعم ونتخلى عنك فتنصدم وتقول كيف أعرف؟ تقول أنا فقط سأذهب لوحدي وقاطعها لي قائلا لكن أن تذهب إلى الغابة لوحدك؟ محال لا تعرفين ما الذي يمكن أن يحدث وحتى إن وجدت العشبة سيكون عليك استخلاصها ثم نقلها لا يوجد هناك أحد غبي يعتقد أنه بإمكانه فعل ذلك لوحده صحيح؟ تسمعه وتخجل غاضبة ثم تنظر له وتقول اخرس يمكننا فقط الذهاب معا صحيح؟ يقول لها كما توقعت أنت ذكية إذن لنذهب تقول ليونير في ذاتها ماذا قامت عائلة واردناس بتعليمه؟ تبدأ بالتسلق وبكل رشاقة تقفز من شجرة لشجرة تلك الإلف إنها رياضية بارعة تقول يونير يا للعجب إنها صيادة ماهرة جدا كيف عرفت؟ يقول لي العضلات في ساقيها مدربة جيدا وبعد رؤية التصلب في كفي يديها استنتجت أنها على الأرجح تستخدم القوس والسهمة كثيرا تلك الخصائص يمتلكها فقط الصيادون ذوي الخبرة تسمعه الإلفة تنظر إليه باستغرافة تقول فقط من ذلك؟ يمتلك ذلك الرجل جوا غريبا حوله يبدو كما لو أنه بإمكانه قراءة عقول الآخرين يقول لي هذه مجرد مسحة كان هناك رمز دورية الظل معلق على خسرها يقول لي هاها ألكنت تستمعين؟ لا تخجل وتقول لي ما علي فعل ذلك؟ يقول لها لي الشخص الوحيد الذي يمكنه التعرف على العشبة هي يونير هل يمكن لنا إيجاد العشبة لو انهارت يونير؟ تسأله وما هو دورك أنت؟ دورها هو إيجاد العشبة وأنا المرشدة أنت لا تفعل أي شيء يقول في ذهنه ستغضب لو قلت أنني هنا لأستمتع بالجولة صحيح؟ دوري هو حمايتكما أنتما الاثنين تقول الآن بالتفكير في الأمر بالنظر إلى جسدك أعتقد أنك من عائلة فرسان لما أنت في البرج الأزرق؟ يقول لها أنا لست من عائلة فرسان لكن من عائلة وارتناس فرسال التقرب تصرخ خائفة ماذا؟ وارتناس تخاف الفتاة الإلف وتقول إذن إذن ماذا لو كنت من عائلة وارتناس؟ أنا لا أهتم بهذا الشحوب على وجه لي فيقول لي يونير هل هناك مشكلة مع عائلتي؟ يونير من الطبيع أن تكون هناك شائعات مجنونة عن العائلات النبيلة الشهيرة في البداية ولكن عائلة وارتناس مجنونة حقا ليه؟ إشعات؟ وأخيرا الآن أصدقائي سأخبركم بعض الأسرار عن عائلة وارتناس التي انتظرنا أن نعرفها منذ بداية الفصول يقال أن بطريرك عائلة وارتناس هو تني وقد أحرق كل الموت الأحياء بأنفاسه أثناء حادثة جنون الموت الأحياء وقد أبرمت سلالة عائلة وارتناس عقودا مع الأرواح المقدمة وبفضل ذلك فهم موهوبون في السحر لكنهم فقدوا عواطفهم في هذه العملية وإن عائلة وارتناس بلا رحمة بسبب أن ساحر من عائلة وارتناس ظهر خلال أعمال الشغب وقام بتدمير مدينة بأكملها فيقول لي هذا جنون حقا إنهم يشبهونها كالوحوش الذي يدمر كل شيء كلما حدث أي إذا حدث حادث ضخم فمن الطبيع أن يظهر السحر الكبار أليس كذلك؟ لماذا عائلة الوحيدة التي أطلق عليها إشعات؟ هذا غير عادل يونير نعم لهذا السبب لا داعي لأن تنزعج منهم كثيرا تنظر الإلف إلى لي وهي مبتسمة تقول أنا لا أعلم عن الشائعات الأخرى لكن يبدو أنهم ليسوا بلا عواطف حقا توقف عن النواح وهيا بنا نتحرك ليه حزن تبدأ الإلف بالقفز من مكان إلى مكان عبر الأشجار فتنظر فتجد آثار أقدام وحش فتقفز وتقول لهم تمهلوا يقف الجميع وينظر إليها تقول لهم انظروا هناك شيء كبير قد مر من هنا آثار أقدام وحش هل ترون كم هي ضحلة وسطحية؟ لقد كان يحاول إخفاء آثاره أنا أريد أن أكتشف ما هو حقا يبدو أنه مدرب جيدا تنظر إلى يونير فتجدها شاحبة وتقول واو حسنا ليست مهتمة ولكن تحاول مجاراتها تقول الإلف في ذاتع أوبس لقد كنت أفكر بصوت عالي مرة أخرى يجب علي التعود على التحرك في مجموعات لا لا بأس أشك في أن أي شخص خارج القرية سيكون مهتما بالشياء من هذا القبيه ترب منها لي ويقول أوه هذا يبدو مثيرا للاهتمام هل لاحظت أي شيء آخر تنصدم وتنظر إليه بخجل وتقول هل هذا يثير اهتمامك حقا؟ لي نعم هل من المفترض أن لا يكون كذلك؟ هي لا 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 هذا ليس ما أقصده فأنت من عائلة مرموقة أنا أعني هذا يخص البرية وما إلى ذلك على أي حال يجب أن تكون حذرا عند استكشاف أشياء من هذا القبيه لا يقتصر الأمر على وجود آثار أقدام ضخمة من الصعب تخمين ما قد يظهر في هذا المكان بعد كل شيء لقد سمعت كل أنواع الوحوش الكامنة في أكاديمية السحر يونير أوه لقد سمعت الخصوص ذلك أيضا فهي أراضي مليئة بالمانا لذلك لا مفر من ظهور الكثير والكثير من الوحوش هنا بالطبع هناك أيضا وحوش مصنوعة من التجارب أو السلايم النادر الذي تم إنشاؤه من جرعات سحرية تم التخلص منها لي خائف؟ هذا لا يشعرك بالأمان بالتأكيد الألف تقول سنقوم بتغيير خطتنا واتباع هذه العلامات عندها فقط يمكننا تقليل فرص تعرض لكمين يطلب لي من الألف تعليمه قراءة هذه العلامات بنفسه تنصدم وتقول لن يكون الأمر سهلا على الرغم من ذلك من المحتمل أن تتخلى عن تعلمها في منتصف الطريق يقول إذا علمتني فسأبثل قصار جهدي لأتعلمها تنظر بابتزام ساحر إلى لي وتقول حسنا دعنا نرى مداشتهادك إذن يواصل هذا الفريق سيره والبحث عن الأثار والنبتة ويجدونها أخيرا تقول يونير حسنا إنه لأمر مؤسف أنه لا يوجد سوى اثنين لكنني متأكدة من أننا سنجد الباقي قريبا دعونا ننتقل إلى مكان آخر الآن لماذا لا يقولون أي شيء؟ ينظرون بدهشة إذ أن هناك خنزير بري خلفهم يستعمل المانا أن يكون هناك حيوان يستعمل المانا إنه لشيء مرعب يهجم الخنزير البري عليهم بهدوء فيقول لي نظرا لأنه يستخدم المانا فهذا ليس خنزيرا عاديا الجميع خائف جميعا انتبهوا فهو وحش يقول لي سيكون الأمر خطيرا جدا على هذا المعدل بما أنني لا أملك أي أسلحة أخرى يخرج عصاته السحرية ويقول سأضطر إلى استخدام عصة السحر يقوم بتكبيرها سيغير حجم عصة السحر لشكل يناسبني أكثر فيحولها إلى عصات قتال تقول الإلف نفسها صحيح؟ فنحن لدينا شخص من عائلة مشهورة بقراءتها السحرية واردناس العائلة الإمبراطورية المشهورة بسحرها فهو ربما تعلم القليل من السحر قبل أن ينضم إلى هذه الأكاديمية ولكن تنتظرها صدمة قريبا تسأله الإلف هل تستطيع فعلها حقا؟ تنظر الإلف إليهم فتقول إذا فشلت فما عليك سوى حمل ذائت الرأس الأحمر واركض سوف أعطله يا أيها يا السلام على فخامتك أيها الإلف فتقول يونير أنت ستضحين بنفسك لإحمايتنا تصرخ وتقول أنا أفعل ذلك لأنني أستطيع النجاة أيها الغبية في نفس اللحظة يكون الخنزير أصبح خلف ليهان وسوف يقتله والخنزير هذا طبعا لا يحترم أداب الحوار لأنه هم هو التاقش وهجم عليهم العالم الأنمي بعادة يعطوا الأبطال فرصة أنهم يتناقشوا ويعملوا الخطة ويكون الشرير واقف يتفرج عليهم هذا الخنزير ما حبيته لا يحترم أخلاق الأنمي ما علينا نكمل حديثنا ينظر لي بصدمة وخوف تقول إلف ليهان من عائلة وردناس ما نوع السحر الذي ستستخدمه لهزيمة هذا الخنزير يتذكر ليهان عندما كان لديه عشر سنوات تدريبه مع الأرلونغ بينما السيف هو ملك الأسلحة فما زال يجب على المرء أن يعرف كيفية التحكم في أكثر من مجرد السيوف يجب على المرء أن يعرف كيفية التحكم في أسلحة متعددة لأي نوع من الواقف فقط أولئك الذين يمرون بهذه العملية ويكتسبون الاستنارة سوف يكونون قادرين على تكيث المانا خاصتهم في السلاح ولكن لو علم الحقيقة ربما سيحبط لأن عدنا قليلا جدا من يستطيع تحقيق هذا المستوى نرى لي في طفولته والأرلونغ يدربه يقول لماذا قد يحتاج الشخص لتعلم الهالة من الأساس أنا أريد أن نصبح ساحرا وأعمل في مكتب لبقية حياتي سيدي أعتقد أنه من المفيد بالنسبة لتدريب جسدي من أجل حماية نفسي سيكون هذا جيدا بفهم فيه الكفاية الأرلونغ يبكي سيدي الصغير إنه حقا مختلف عن النبلاء المغرورين عديمي الطموح فهمت يا سيدي سوف أجعلك تصل لمستوى الهالة بالتأكيد نعود لمشهد الخنزير خلفه فتظهر هالة مرعبة في عين ليهان وبكل تركيز ودون شعور يطعن الخنزير في حلقه فيدخل العصى في حلق الخنزير لتخرج من الجهة الأخرى ليسقط الخنزير ميتا أمام الجميع وحالة صدمة من الإلف ويونير المضحك أنهم كانوا ينتظرون ضربة سحرية ولكنه طعنه بالعصى لا عنينا المهم أنه قتله بعد أن أسقطه لي أرضا يقول معدات إنروغارد قوية للغاية بحيث يمكن استخدامها في المعارك الجزدية ومع ذلك لا يزال من المستهيل استخدامه لهزيمة خنزير أصبح وحشا السبب الوحيد الذي جعلني ممكنا هو أنني استخدمت المانا دون علم في حيث أنني بعيد كل البعد عن مستوى استخدام الهالة لقد كانت غيرا حدث لي للبقاء على قيد الحياة في هذا المكان المقصود بهذا أصدقائي أنها كانت ردة فعل غير شعورية من لي سببها غريزة البقاء تنصدم الإلف وتقول قتلهم في هذا تقصد العصى تقول يونير هذا حقا ما عليه أن تكون هذه الطبقة لا أستطيع أن أصدق أنهم سمحوا للطلاب الجدد بالدخول إلى مكان هذا يسمعون صوت زئير آخر فيشعرون جميعهم بالأحباط والخوف يقول لي يبدو أنه يوجد واحد آخر يونير أيجب علينا قتل هذا أيضا الإلف ماذا لا لن نفعل هذا يذهب فريق لي لتتبع مصدر الصوت فتوقفهم الإلف قبل الاقتراب كثيرا فتقول انظروا هناك مجموعة من الطلاب هناك أمام الخنزير الآخر وهذه المجموعة هي مجموعة الأميرة يقول لي بما أن عددهم كبير فيجب أن نراقبهم أولا الإلف من المحتمل أن يكونوا قادرين على الاعتناء به أحد فريق الأميرة يقول سأحاربه وها هي قد ظهرت الشخصية التي تردد النظارات في كل الأنيميات الشخصية الذكية يحمل عصاته ويقف أمام الخنزير هذا الشخص هو آشان دالكارد أهو من عائلة دالكارد؟ ما يجب أن نعرفه أصدقائي عن عائلة دالكارد دالكارد عائلة مشهورة معروفة بقدرتها على حل الأمور بقدرات استثنائية كما كانت عائلة ورناز الحراس مستشارين الإمبراطور لأجيب بعد ذلك كانت عائلة دالكارد دائما هي الأولى والمسؤولة عن التمويل يقول لي إذا كان دالكارد فيجب أن يكون جديرا بالثقة بما فيه الكفاية يبدو أنه قد تعلم السيافة كذلك حركة النظارات الشهيرة ينظر إلى الخنزير ويقول أستطيع أن أقرأ كل حركاتك يا خنزير لن تكون قادرا على الهروب من توقعاتي يهجم الخنزير على دالكارد فيضربه في العصى على جانبه فيقول دالكارد توقعاتي هي يرفش الخنزير إلى آخر الدنيا ويقول كانت خاطئة يعود الخنزير لمهاجمة بقية الطلاب تقف الأميرة وتقول للطلبة أن يختبئ خلفها ينظر إليها ليهام بتأمل ليرى ماذا سوف تفعل تقول الأميرة في نفسها يجب أن أكون مثالية تماما كما هو الحال دائما سأقرأ تنفسه وعندما يأتي نحوي يصرخ الخنزير وفجأة يسقط طريحا على الأرض من الذي فعل هذا؟ نعم إنه بطلنا لي تسأله الإلف أنت تعرف مدى أهمية الاقتراب أثناء استخدام تقنيتك أليس كذلك؟ لي سأعتمد عليك للحصول على المزيد من النصائح الآن نيليا تراه الأميرة وتقول ليهان واردناس شكرا لك يا واردناس يقول لا داعي للقلق بشأن ذلك يا أميرة تسأل إلف يونير لماذا يتحدثون بشكل رسمي؟ أليس من الطبيعي التحدث بشكل عرضي مع الطلاب الذين يدرسون في نفس السياس يقول لي أنا فقط قمت بضربه بالرياح تقول الأميرة سأدفع لك بالتأكيد مقابل مساعدتك اليوم لي هل لي أن أطلب منك معروفا؟ الأميرة أكمل رجاء ماذا يريده مني؟ من فضلك أخبريني إذا كان هناك أي فئات يمكنني الحصول على نتائج جيدة بسهولة منها لديك الكثير من المعارف أليس كذلك؟ تنصدم الأميرة للحصول على نتائج جيدة بسهولة ماذا يقصد؟ هل يريد أخذ فئة تعطي أفضل نتائج دراسية جيدة بسهولة؟ هل يختبرني؟ لي بكل تود أنت تعرف بالتأكيد ما هو الأسهل؟ أليس كذلك؟ الأمير هو إذ بصوت يقول أنا أعرف هذه الفئات أيضا أعرفهم أفضل من أي أحد ما هو هذا الشعور المشؤون؟ يتذكر أنه كان يحس بهذا الشعور من أحد أساتذته في حياته السابقة هذا الوضع المألوف يشبه يشبه فيخرج معلم الكيمياء من خلفه ليقول محاربين فئة الكيمياء ويضع يده على كتف ليبي فيقول ليبي نفسه لا أنا بحاجة إلى الهدوء لم أعد طالبا غير متمرس كما أعتدت أنك ينظر إلى معلم الكيمياء ويقول أعتقد أن هذا ممكن بالتأكيد مع الحب والمودة يقول معلم أعلم أنك تعتقد أنه من هذا القبيل استمع سأساعدك في الحصول على هذا الشغف والحب والمودة ما زلت بحاجة إلى إلقاء نظرة على الفئات الأخرى الطلب بين أنفسهم كما هو متوقع من عائلة الحرس بالتفكير أن أستاذ سيهتم به بالفعل لي في نفسه لا تشعرون بالغيرة من شيء كهذا المعلم يفكر ويقول لي يبدو أنه سيتعين علي إنهاء حصة اليوم هذا لي لسوء الحظ لم تتمكن المجموعات الأخرى التي ذهبت إلى أماكن أخرى من مقابلة هذه الخنازية الطالب ذو النظرات هل سمحت لنا بالاستدامة بهم عمدا المعلم هل تعتقد أنني فقط أردت منكم يا رفاق البحث عن الأعشاب الهدف اليوم هو أن تختبروا جميعا مواقف مختلفة يمكن أن تحدث أثناء بحثكم عن الأعشاب سواء كان القتال أو المراوغة أو الهروف أو الاختباء يحتاج الكيميائي إلى أن يكون قادرا على الاستجابة لجميع أنواع المواقف هل تفهمون الطلب في أنفسهم غاضبين أيها اللعين يونير ألا تحتاج إلى عشب دوكوه لقد مرنا بالكثير للحصول عليها وجدنا ثلاثة معا ينصدم المعلم يقول ماذا لم أكن أعتقد أنكم سوف تجدونها يا رفاق أنتم لقد نجحتم أنتم يا رفاق طلاب موهوبون يجب أن تأخذوا هذه الفئة وليهان يجب عليك بالتأكيد أن تأخذ هذه الفئة بكل رعب لي هان لقد انتهيت يقول لي بكل كذب وبمشاعر كاذبة يحاول أن يتظاهر بأنه متحمس يقول سأبذل قصارة جذري لأخذ هذه الفئة كما تعلم الكيمياء هو حلمي استسلمت للواقع المعلم في ذهنه لقد نضجه بالتأكيد بطرق معينة عاد في هذا العمر سيكون متمردا ومشاغبا بما أنك قتلت الخنزير وحصلت على عشبة دكوه سأعطيك امتيازا خاصا امتيازا خاصا لدي منزل بالقرب من الغابة سأسمح لك بزيارة هذا المكان كما يحلو لك في هذا الفصل الدراسي لي ماذا يتخيل نفسه كعاملة منزل ويقول ما نوع الأعمال المنزلية التي سيجعلني أفعلها المعلم ليبدو أنني لم أشرح بوضوح ما الذي يريده الطلاب الجدد أكثر من غيرهم إنه الطعام قد لا تتطلع إلى ذلك الآن لكن من المحتمل أن تحبه بعد أسبوع حسنا من الصعب البقاء على قيد الحياة على هذا الطعام فقط يقصد الرز والخبس خاصة وإن جميع أطفال النبلاء موجودون في برجنا لكن مقصورتي مليئة بالمكونات الطازجة لحم وسمك وتفاح وعصائر مما تشتهي الأنفس هناك حتى بهارات وخضروات حصلت عليها من الغابة بنفسي لي في نفسه هذا يعني قصيمة لشراء بوفي غير محدد تلمع عينيلي الذي كان منذ قليل حزين لأنه أجبر على أخذ هذا الفصل ويمسك عند المعلم يقول أحرف أن الخيمياء هي الأفضل المعلم يا فتى لقد بدأت أحبك أكثر وأكثر باقي الطلبة هذا الأستاذ المجنون أطلق علينا الخنزير لن أحضر إلى هذه الفئة مرة أخرى ظننت أنني سأموت في الغابة لي كنت سأقول أي نوع من المدارس هذه لكنني لم أعد أتفاجأ بعد الآن المسألة الأكثر الحاحة هي تأمين مؤن الجوع يأخذ لي وفريقه الخنزير الذي أطعه به إلى المنزل الذي تحدث عنه المعلم ليبدأ بتقطيعي يقول لي على الرغم من أنني تعلمت من أرلونج كيفية تقطيع أوصال الحيوانات لا أعرف ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك بمفردي يونير ليهان وهي غاضبة ومتوترة سأساعد كما الحال دائما أنت لا تبدينا بخير هل ستكونين بخير؟ طبعا طبعا هل يمكن أن تعطيني بعض اللحوم في المقابل؟ تتودد للحصول على اللحوم الإلف تقول هل أنتم حقا ستقطعونها؟ ليس لدى النبلاء خبرة في القيام بأشياء كهذه؟ يتحول لي ويونير إلى شخصيات جوجو وبكل ثقة يخرج نور من عينهم وهم يقولون ألا تريدين أن تأكلي بعض اللحوم؟ نير تشعر بسطوع هائل من فكرتهم تقول لهم سأريكم ما يستطيع الصياد القيام به وتذهب نيليا خبيرة كما قالت ويونير هي أيضا من عائلة على دراية بالتعامل مع المواد يجب أن يكون من الممكن القيام بذلك معهما يأتي المدير ومعه كيس المعدات ها هي المعدات لي شكرا لك أيها البروفيسور هل سنبدأ إذن؟ يبدأ لي بتقطيع وتنظر له الإلف بصدمة إنه يعمل بشكل أفضل مما اعتقد هل يتعلمون حتى أشياء من هذا القبيل في عائلة ورناس؟ يونير الآن بعد أن قمت بإزالة سننفصل عن اللحوم الخالية من الدهون ونعلقها على الفروع سنحتاج إلى تحويل الأمعاء إلى نقانق لذلك دعونا لا نرميها بعض أعتذم منكم أيام مستمعين قلب الموضوع مزرعة سعيدة لكن لا يجب أني أعطيكم جميع تفاصيل الفصول لي في نفسه بما أنني لا أعرف كم من الوقت سيستمر هذا الجحيم فأنا بحاجة إلى حفظهم جيدا حتى لا أتعلمها مرة يضعون اللحم على المدخن ويبدأ لي بالترويح لجعل النار أقوى يأتي المعلم وينظر ويقول أوه أتحاولون تدخينهم هذا جيد للغاية بغض النظر عن مدى برودة طقس من المحتمل أن يتحلل في النهاية في هذا الجانب اختيار تدخينه هو أفضل قرار من المذهب بالفعل أنه وصل إلى هذا الحد في غضون ثلاثة أيام من بدء المدرسة بالطبع أنه يتحدث عن لي بالتفكير في أنه سيدخن اللحم بهذه الطريقة هذا حقا يفوق توقعاتي صوت قرقرار معدة المعلم الطلاب هل أنت جائع؟ أنا في الواقع جائع قليلا أستاذ من فضلك أعطينا بعض الخبز والزبدة أنت تحاول الحصول على أشياء قيمة يبدأون بالطبخ ومن حركة لحركة وتقضيع اللحم وأخيرا أنه تحضير الطعام أي شكرا لك على الوجبة ويبدأون بالأكل هدية يوري غوليوم مربع كيونيرو تقول يا أستاذ المربع لذيذ جدا تناول بقدر ما تريدي فهل أنت تناوليه بسهولة مرة أخرى لا أعرف ما الذي يجعله يستخدم على هذا اللحم لكن ملمسها سماوي المربع الحلو مطبوخ جيدا والخبز بالزبدة اللذيذة المزرعة السعيدة سامحوني أيها المشاهدين سننتقل إلى الأحداث رهي بجانب الجو الربيعي وتناول طعام مع أصدقائي جميعا بينما لم تكن الأيام ثلاث الأولى من المدرسة سهلة انتهوا من الأكل كانت جميع قادرا على الاستمتاع بكل لحظة والطعام اليوم زاد الكثير من الطعام فتسأل يومير أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من اللحوم بعد كل التدخين ماذا يجب أن نفعل بها لي لا أستطيع تناول الطعام بعد الآن يفكر 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 تقول إلف ماذا عن تقاسمها مع الطلاب الآخرين الذين في برجنا تخطر فكرة ذهبية إلى لي ويونير ويقول أنت تقصدين بيع اللحوم أليس كذلك هذه فكرة جيدة ما تقولت ذلك محظم الطلاب الذين في برج التنين الأزرق أثرياء لذا لن تكون هذه مشكلة نعم إنهم نبلاء راهت أنهم سيشعلون بالحرج من أخذ الأشياء مجانا نار الحماس تخرج من لي ويونير يضربون كفا معا هاي فايف حماسا أنهم سيحصلون على المال من الطلاب تقول تقول الإلف في ذاتي هذا هو حال جميع النبلاء لي ليهان الذي يريد أن يعمل بجد لكسب المال ويعيش حياة طيبة يونير التي تريد إدخار أكبر قدر ممكن من أجل ورشة عمل كلاهما غير عاكم في الوقت الحالي لا توجد طريقة للني لي لي معرفة كل هذه المعلومات باستغراب هل ستبيعونهم حقا مقابل المال يسألها لي أتريدين هذا أيضا لا سأقوم فقط بتقديمها كهدية لأصدقائي لي افعلي ما يحلو لك لكني لي قد تندمي على ذلك ويونير تقول جملة ذهبية أحببت هذه الجملة لا أعرف لماذا تقول يونير صحيح الصداقة قد تختفي لكن الثروات طبقا لا هي الجملة مشتكية لا لا ما نصحي كيف فأنا معلنا لا تهتموا لرأي الشخصي المهم تقول لهم اخرساك لكم المعلم ينظر بحماس ويقول ثلاثتهم طلاب موهوبون متحمسون بصرف النظر عن ذلك فإنهم يبدون مثيرين للمتاعب ينظر إلى السماء ويقول يبدو أنني سأواجه العديد من الصداع من الآن فصعد أصدقائي هنا نكون قد وصلنا لنهاية أول عشرة فصول من من هو دليل البقاء في أكاديمية السحر أتمنى أن يكون إلقائي قد أعجبكم وأتمنى أنكم شعرتم بالحماس كما أردت أن يصلكم وأريد منكم المسامحة أرجوكم إذا كان هناك شيء خاطئ قد قلته خصوصا في الأسماء فالأسماء صعبة جدا إجرام إذيلوس إذيلاندو وكثير من الأسماء الصعبة لذلك كما ترون لقد سهلت عليكم الأمر هناك أسماء لم أكن أذكرها لكن كنت أذكر مكانة شخص كالأمير والأميرة فأريحكم وأريح نفسي من الأسماء هذه أول عشرة فصول وقريبا العشرة التي تليها هذه المنهوة تتكون من 41 فصل وما زالت مستمرة بالنزول إلى الآن أروني دعمكم وتفاعلكم على هذا الفيديو وحماسكم بانتظار الفصول الأخرى ويرجى الاستراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الإعلان عندما أقوم بتنزيل الفصول الباقية رحلتنا في هذه المنهوة لم تنتهي وما زال ينتظرنا الكثير والكثير من الحماس كونوا بخير وأراكم على خير